يعني رمض ربيعي هو نوع من أنواع الحساسية نوع من أنواع اخترانها بالربيع أو سمية رمض ربيعي عشان هي الحساسية بتكتر في الفصل ده لأن الفصل ده بتكتر في حبوب اللقاح قوي وبتنتشر قوي في الجو وبتيجي in contact أو بتتلامس مع الجسم والعينين فبتنتشر أنواع الحساسية كلها بداية من الفترة ده بس ده ما يمنعش نامت موجودة طول السنة طبعا إنما هي يعني البيك بتاعها أو التكاثر أو العداد الكبيرة بتبان في فضل الربيع طيب أنا إيه الأعراض اللي تبان علي أعرف أن أنا مصابة بالرمض الربيعي إحنا قلنا الحساسية دي حنقول عليها حساسية بتيجي لما الإنسان بيتعرض لي يا إما جوه متغيراً غير اللي هو عاعد فيه فتلاقي حضرتك مثلاً مع بداية من الناس بتطلع المصير صحي أول ما يبتدي يطلعوا المصير بتدي بقى الله لأنا أبتدي تعناية تحمر وتدمع وتهرشني وكل ما أروح المكان ده أبتدي أحس بالأعراض دي جامد قوي وهي الحقيقة يعني ممكن تبقى بسيطة وممكن تبقى عنيفة جداً إن الإنسان يلغي صفريه ترجمة نانسي قنقر